انا اسمي بابا هذا اخي الصغير جورج هذه مامي بيك وهذا دادي بيك بابا بيك بابا وجورج يشربان عصيرا يا لكما من صاخبين جورج انظر للفقاعات الصغيرة سأصنع فقاعات اكبر بابا تنفخ فقاعات في العصير فقاعة جورج يريد نفخ فقاعات ايضا بابا جورج عليكم ان لا تلعب بالطعام اسفاني يا ابي بابا لو تحبين الفقاعات العب بخليط الفقاعات اجل خليط الفقاعات جورج لننفخ الفقاعات في الحديقة بابا تعلم جورج نفخ الفقاعات اولا تضع العصر في الخليط ثم تأخذ نفسا كبيرا وبعدها تنفخ جورج يحاول بكل قوة لكن نفسه يكاد ينفد اتشوف جورج لم تنفخ بقوة كافية اعرف طريقة لصنع الفقاعات ضع العصر في الخليط ثم ارفعها ولوح بها فقاع سوف يكون افضل لو ركت انتظرني جورج يستمتع بالفقاعات وبيبا تستمتع بفقاعات اوه احب الفقاعات يا الهي انتهى خليط الفقاعات ابي ابي لا يوجد خليط فقاعات لا تقلقي بيبا لدي فكرة مامي بيك احضري دلوا من فضلك حسنا انت افعل بيبا احضري صابونا حسنا دادي بيك جورج احضر مضرب التنس دلوا صابون مضرب تنس ما الذي سيفعله دادي بيك اولا احتاج ماء ثم صابونا والان احتاج مضرب التنس شكرا شاهدوا هذا رائع يا دادي بيك صنع خليط الفقاعات تعالوا جميعا اهدر دادي بيك كي لا تقع سأكون بخير انت بخير دادي بيك اجل انا بخير عجز واو لقد صنع دادي بيك أكبر فقاعة يا إلهي سكبت كل خليط الفقاعات الآن لن نستطيع صنع الفقاعات لكن يمكننا القفز في بركة الطين انظروا صنع خليط فقاعات دادي بيك بركة طين مرحب إن بيبا تحب جداً القفز في بركة طين انظروا إن خليط الصبوني صنع فقاعات ببركة الطين بيبا تحب القفز في بركة طين الفقاعية الجميع يحب القفز في بركة طين الفقاعية بيبا وأصدقاؤها سيلعبون معني اليوم كل طفل لديه خطاف يعلق عليه معطفا اليوم لدينا طالبة جديدة الفيلة أملي أهلاً أملي أهلاً أملي خجولة قليلاً من سيري أملي أين تعلق معطفها؟ أنا 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 نحتاج فقط واحداً بيبا أري أملي أين تعلق معطفها أجل سيدة جزال كل مننا لديه خطاف للمعطف هذا الخطاف لك يا أملي أملي تعلق معطفها على خطافها الآن يا أملي ما الذي تودين فعله اليوم؟ تلوين، سلصال، بناء مكعبات لا أعرف ربما بناء المكعبات والبقية تلوين، سلصال، بناء مكعبات بناء المكعبات يا إلهي بناء المكعبات محبوب الجميع يريد الجلوس بجانب أملي أملي هذه الطريقة الصحيحة نا لا يا أملي، هكذا الجميع ساعدها جداً لكن أملي، كيف تودين اللعب بالمكعبات؟ لست واثقة، قد أفعلها هكذا رائع أملي جيدة في بناء المكعبات وقت اللعب مرحب أملي، أتودين اللعب مع الآخرين في الخارج؟ إن سمحت فلتأخذه أملي لمكان اللعب أجل سيدة جزال وقت اللعب، كتا وأصدقاؤها يلعبون في الحديقة لن تمسكني يا هل التوضاء هيا لنرى من الأكثر صخباً حسناً، أنا أولاً كان هذا صخباً دور الحمار الوحشي زوي والحمل سوزي والكلب داني كان هذا عالياً دوري 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 بيبا هي الأكثر صخباً أملي، دورك أنا لست واثقة أجلك يا أملي حسناً، سأحاول يا إلهي، كان هذا صخباً رائع مرة ثانية أملي، أملي، أتودين لعب لعبات مفضلة؟ ما هي لعبتك المفضلة؟ القفز في برك الطين لعبتي المفضلة أيضاً ففا تحب جداً القفز في برك الطين أميلي تحب جداً القفز في برك الطين لبدو هذا ممكعاً هيا السيدة جازال تحب جداً القفز في برك الطين الجميع يحب جداً القفز في برك الطين أميلي هل استمتعتي بأول يوم للعب معنا؟ أجل سيدة جزال أرى أنك حظيت بأصدقاء جدد أجل إن الفيلة أميلي هي صديقتي وصديقتي أيضاً وأنا 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 أميلي من تحبين أكثر؟ أحب سوزي وداني وزوي وربكا وبيترو وأيضاً بابا أجل يا له من يوم رائع لعدم فعل شيء دادي بيج يحب عدم فعل شيء أبي ألن تذهب إلى العمل اليوم؟ لا يا بيبا إنه السبت دادي بيج لا يعمل أيام السبت دادي بيج ستتأخر عن عملك ولكنه السبت يا مامي بيج أليس كذلك؟ لا إنه الخميس دادي بيج يعمل أيام الخميس أراكم لاحقاً إلى اللقاء مسكين أبي يجب أن يعمل محظوظة أمي يمكنها اللعب طوال اليوم أنا لا ألعب أنا فقط أعمل على الحسوب جوج يريد أن يلعب لعبة سيدة دجاجة السعيدة يمكننا لعب لعبة سيدة دجاجة السعيدة بعد انتهاء من العمل لقد أتت الحمل الأم وسوزي ليصطحب بابا للعب مرحبا بابا أهلا سوزي استمتع بيومكم إلى اللقاء يا أمي اجتهدي بالعمل سيدة حمل هل تعملين أم أنت تلعبين لدي الكثير من العمل اليوم سأذهب إلى التمرين وماذا تفعلين بالتمرين؟ أجري أقفز وأمط الحبل لكن أمي هذا ليس عملا بل هذا اللعب تابا وسوزي وصلت إلى مجموعة اللعب مرحبا جميعا أهلا بابا أهلا سوزي أهو صغار سنلعب لعبة المتاجر من يريد أن يكون البائع؟ أنا 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 بابا وسوزي ستكونان بائعتين أما الباقي فسيكونون مشترين بابا وسوزي ستديران محلهم الخيالي ماذا علينا أن نفعل؟ سأتولى أنا المال يا سوزي وأنت رتب الأرفف حسنا الكلب داني هو أول مشترين مرحبا أيتها البائعة مرحبا يا داني أريد بعض البسكويت من فضلك سوزي هل لدينا أي بسكويت؟ لا ولكن لدينا هاتف لعبة وكم سيكلف هذا؟ يا داني سيكون ذلك بمئة جوني شكرا لك التالي لو سمحت مرحبا بك يا بائعة أيمكنني الحصول على رغيف خبز؟ لا لكن يمكنك الحصول على منزل اللعبة أضعه في حقيبة يا سيدي؟ أجل من فضلك سيكلفك ذلك كرشا من فضلك؟ أوه ليس معي ما يكفي من المال يمكنك الدفع المرة القادمة أوه يا له من عمل صعب أجل مرحبا يا بائعة ماذا يمكنني أن أشتري مقابل ألف مليون جنيه؟ أخبريني ماذا لدينا مقابل ألف مليون جنيه يا سوزي؟ لدينا جزرة نعم من فضلك الأرنبة رباكة تحب الجزرة إنه وقت العودة أثدا دي بيج ليصطحب ففا وسوزي أكان يومك حافلا بالفعل يا أبي؟ أجل لقد عملت جاهدا اليوم لقد عملنا جاهدتين اليوم أيضا لقد كنا بائعتين وبعد الانتهاء من الكتابة النهاية ثم اتبع انتهت مامي بيج من العمل حسنا يا جورج يمكننا أن نلعب لعبة سيدة دجاجة السعيدة نستحقها اوه يا أمي تلعبين لعبة السيدة دجاجة السعيدة لأني وجورج قد أنهينا العمل بنجاح أليس كذلك؟ انتهينا جميعا من العمل لذا هيا نلعب هل أوشكنا على الوصول يا أمي؟ ليس بعد يا بيبا هيا نلعب لعبة يحدد كل منا لون سيارته المفضل أجل لوني المفضل هو الأخضر ولوني البرتقالي ولوني هو الأحمر جورج وما هو لونك المفضل؟ الزق لون جورج المفضل هو الأزرق لنرى أي لون سيارة سيمر أولا؟ حسنا ها هي القطة كاندي في سيارتها الخضراء الأخضر إنه لون مفضل لقد فزت مرحبا يا كاندي ميرو مرحبا بيبا ها هو الكلب داني في شاحنة إصلاح الكلب الجد برتقالي أفوز مرحبا يا داني أهلا بيبا ها هي سيارة أخرى إنها سوزي مرحبا مرحبا يا بيبا أرزق أجل يا جورج إنها سيارة زرقاء أنت فزت هذه لعبة سخيفة لا توجد سيارة حمراء في أي مكان هناك سيارة حمراء يا بيبا أين؟ ما هو لون سيارتنا؟ إنها حمراء أنا فست أنا فست لقد وصلت العائلة إلى الجبل سوف نحظى بمنظر رائع على القمة لقد وصلنا انظروا إلى المنظر المشمس الرائع يا للهول بدأت السماء تمطر أين هو المنظر الجميل؟ ها هو المنظر الجميل إنها أنسة أرنبا وعربة المثلجات مرحبا أنسة أرنبا مرحبا بادي بيك أربعة مثلجات رجاء ما المذاق الذي تحبه؟ نعناع، برتقال، فرولة، وتوت من فضلك حسنا انظروا ماذا لدي مثلجات إنها ألواننا المفضلة صحيح الأخضر لي البرتقالي لي الفراولة الحمراء لي ولون جورج الزاق يام 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 انظروا لقد سطعت الشمس وانظروا أيضا ماذا حدث قوس قزح بابا وجوج يحبان قوس قزح يظهر قوس قزح بوجود الشمس والمطر في نفس الوقت إنه بألواننا المفضلة كلها أجل أحمر وبرتكولي وأغدر وأزرق وتعلماني ماذا ستجدان بنهاية قوس قزح؟ كلا تجدان كنزاً أوه أيمكننا الذهاب وإيجاد الكنز الآن؟ حسناً تبدو نهاية قوس قزح كانه على التل التالي هيا لنذهب وي يوم مشمس ممتر قوس قزح هنا لنلعب قوس قزح أحمي برتكولي أصفر أغدر أرجواني وأزرق قوس قزح يوم مشمس وممتر آنح أوه أين ذهب قوس قزحنا؟ تحرك للتالي التالي قوس قزح مشاغب هيا لنمسك به قوس قزح يوم مشمس وممتر لقد توقف المطر واختفى قوس قزح لا تقلق يا جورج ربما ترك لنا قوس قزح الكنز وراءه يوجد شيء هناك أوجدت كنز قوس قزح؟ أجل لقد فعلت بركة تين كبيرة أفضل كنز قوس قزح على الإطلاق لدى بابا وأصدقائها درس موسيقى أوه بولي ترتدي عقد الفولي آسف يا سيدة جزال يلا الهول بادرو لديه سعال لا تقلق سأتصل بدكتور براون الدب دكتور براون الدب يتحدث مرحبا أنا السيدة جزال يوجد طفل مريض لا تقلقي سوف آتي على الفور ماذا يمكن أن تكون المشكلة؟ أنا لدي سعال أرى ذلك أهو سعال من الصدر؟ أم يدغدغك؟ أنا لا أعلم ولكنه يكون هكذا ومتى بدأ السعال؟ عندما بدأت السيدة جزال في الغناء لا شيء خطير لكن سعال بيدرو قد يكون معدياً وماذا تعني بمعدي؟ عندما يصاب شخص بالسعال أحياناً يصاب آخرون بالسعال أيضاً هل أحتاج لدواء؟ ملعاقة دواء فقط أخشى أن يكون طعمه ليس جيداً طعمه مثل حذاء قديم مليء بالمربع شكراً دكتور براون الدب إلى اللقاء ودعم كما ظننت سعال بيدرو معد حقاً الكلب داني والحمل سوزي التقط العدوى افتح فمك إن طعمه مثل سجاد بطعم زبادي إن طعمه مثل الزهور أحسنت بأخذك الدواء جيداً ألا تمرض أبداً يا دكتور براون الدب لا يا بيبا أنا لا أمرض آكل تفاحة كل يوم إلى اللقاء ودعم إنه وقت العودة أتى أهل الأطفال ليستحبوهم أمي أبي لدي سعال دكتور براون الدب أتى واهتم بنا لقد أعطانا دواء مريعاً سيدة جزال هل لأغنيت أغنيتك؟ بالطبع يا بيبا بولي ترتدي عقد الفولي وكانت يلا الهول التقط كل الكبار السعالة من بيدرو دكتور براون الدب يتحدث أنا بيبا بيج كل الكبار مرضى الآن لا تقلق يا بيبا أنا في الطريق مرحباً جميعاً التقطت مع دواء بيدرو صحيح؟ حسناً قفوا في صف وافتحوا أفواهكم إن طعمه مثل الجوارب القديمة أشكرك جداً لاعتنائك بنا يا دكتور براون الدب من الذي يقوم برعايتك عند مرضك؟ لا أحد يرعاني أنا لا أمرض يلا الهول دكتور براون الدب أصيب بالسعال لا تقلقوا وداعاً وداعاً مسكين دكتور براون الدب إنه مريض ولا يوجد أحد يعتني به من يمكن أن يكون؟ مرحباً لقد جئنا لنهتم بك إليك فاكهة وبعض الوسائب وهي هو دواءك طعمه يشبه جوارب وخردل بمربزة بهد السجاد وها هي أغنية لتشارك بالتحسن طابت ليلتكما يا بيبا وجورج أريد قصة من فضلك حسناً سأقرأ لك كتاب القرد الأحمر ولكننا دوماً نقرأها يا أمي القرد الأحمر يستحم ينظف أسنانه ويذهب للنوم آم نعم هذا ما يحدث فعلاً أيمكن أن نختار قصة أخرى النمر الأزرق والعنكبوت الأخضر والبطريق البرتكالي أوه وما هذي؟ عالم الإسمنت الرائع كنت أبحث عن ذلك هل هذا كتابك يا أبي؟ إنه كتاب استعرته من المكتبة وما هي المكتبة يا ترى؟ إنه مكان تستعر منه الكتب عندما تنهي قراءتها تعيدها ثانية ولكن داجي بيج نسي أن يعيد هذا الكتاب إنه لدي منذ وقت طويل لا يهم يمكنك إعادته غداً والآن وقت النوم بعد أن يقرأ والدي هذه القصة إنها ليست قصة يا بيبا أرجوك أقرأها يا أبي حسناً عالم الإسمنت الرائع إن الإسمنت مادة للبناء يتكون من رمال ماء وخليط كيميائي الجزء الأول الرمل بيبا وجورج ومامي بيج استعرقوا في النوم إنه صباح وصلت بيبا وعائلتها للمكتبة واو ما كل هذه الكتب؟ شش بيبا التزم الصمت وأنت في المكتبة لماذا؟ لأن الناس يأتون إلى هنا للقراءة والهدوء أيضاً التالي من فضلك أنيسة أرنبا هي أمينة المكتبة مرحباً مامي بيج أتعيدين هذه الكتب؟ أجل أنيسة أرنبا لنبدأ لماذا يصفر الحاسوب؟ يصفر ليتأكد أنكم لم تستعروه منذ وقت طويل آه ربما استعرته لوقت طويل فعلاً لا تقلق دادي بيج ليس بهذا السوء يا للهول لديك الكتاب منذ عشر سنوات ما هذا يا أبي؟ أذر أنيسة أرنبا لا بأس الآن يمكنك استعارة آخر أنيسة أرنبا هل يمكن أن نستعير أنا وجورج كتاباً؟ بالطبع قسم الأطفال يوجد هنا أوه أنظر جنيات ظهور وفساتين جميلة مرحباً بيبا أوه مرحباً بك يا داني سأستعير كتاباً عن كرة القدم مرحباً بيبا مرحباً يا سوزي لديك كتاب عن المماردات اختار جورج كتاباً عن الديناصورات ديناصور انظروا ماذا وجدت معلومات أخرى في عالم الإسمنت كتاب القرد الأحمر ليس كتاب القرد الأحمر إنه ممل جداً ولكن هذه قصة أخرى تبدو أكثر مرحاً بل ليست كذلك يحكى أن كان هناك قرد أحمر قد تحمم ونظف أسنينه وذهب للنوم لا صيد على متن صاروخ فضاء وذهب للقمر تنزه مع الديناصور وسبح في البحر وتسلق أعلى جبل كان يوماً حافلاً النهاية واو مرة ثانية نستعيرها ونقرأها بالمنزل يا بيبا لكن أنا كنت سوف أختار هذا الكتاب أو ذاك الآخر تستطيعين أخذ ثلاثة كتب للمنزل بيبا ولكن يجب يا بيبا أن تعيدها في وقتها حسناً أناسة أرنبا ويجب أن تتذكر أن تعيد كتابك أيضاً إنه مذاهبان في عطلة أوه أين أبي؟ إنه يحضر مفاجأة سرية ما هذا؟ إنها شاحنة تخييم استعرناها من أجل عطلتنا شاحنة التخييم بها كل شيء هذا الزر يشغل الحوض واو وهذا الزر يشغل التلفاز ماذا يفعل هذا الزر؟ لا استوافقاً ولكن لا تضغط عليه قبل أن نعلم هل الجميع جاهز للعطلة؟ أجل مامي بيك إذن هيا بنا سام نذهب في عطلة بشاحنة التخييم هذه الخريطة صعبة قليلاً أبي نحن لا نريد أن نتوه لا تقلق يا بيبا أنا خبير في قراءة الخرائط هذا غريب هل تهنى؟ أجل إنه الكلب الجد مع الكلب داني مرحباً بيبا مرحباً يا داني لقد تهنى تائهون هل المتعقب معطل؟ المتعقب؟ أنت تقود شاحنة تخييم ثلاثة ألاف ومئتين المتعقب أساسي بها أهلاً بكم في سيارة المستقبل آه إذن هذا هو ما يفعله الزر أين سنذهب اليوم؟ إن حاسوب الشاحنة يتكلم ذكي صحيح يساعدك الحاسوب لمعرفة طريقك لكن كيف يعلم أين نريد الذهاب؟ تقولين له آه مرحباً سيدة حاسوب الشاحنة مرحباً نحن ذاهبون في عطلة أيمكن تحديد الطريق؟ أكمل في الطريق مستقيماً أشكرك على المساعدة على الراحب فلتستمتعوا سنذهب في عطلة بشاحنة التخيم خطر، خطر، الزيت ينفد ما هو الزيت؟ الزيت يساعد المحرك ليعمل بسلاسة وهل سينفد هذا الزيت؟ لا، هذه التحذيرات تعطيك بعض الوقت لقد نفد الزيت أوه، يا للهول من حظي لدي علبة زيت إضافية أحسنت يا داجي بيج ببساطة نقوم بسكب الزيت في فوهة المحرك أوه ما الخض؟ لا يوجد شيء هنا لقد اختفى المحرك إنها الحمل الأم مع الحمل سوزي مرحباً يا سوزي مرحباً يا بابا لقد فقدنا محركنا الآن فقطم المحرك؟ أجل، لقد اختفى كلياً أود أن أساعد ولكني لا أعرف شيئاً عن المحركات قد تكون هذه مزحة لكن هذا يشبه المحرك أجل، تحديد جيد محرك شاحنة التخيم في الخلف انتهيت إن هذا الزيت كافٍ شكراً على المساعدة على الرحب استمتعوا بوقتكم هل اقتربنا من الوصول؟ لأعلى التلي القادم لقد وصلتم لوجهتكم مرحب وقت الناوم أين سوف ننام؟ أنا ومامي بيج سننام على هذا السريع وأنتم الاثنان بالأعلى ولكنه لا يوجد بالأعلى شاهدوا ذلك سقف شاحنة التخيم يرتفع لأعلى شاحنة التخيم تشبه منزلنا الصغير خلال العطلة ستكون منزلنا الصغير طابت ليلتكما يا صغيري طابت ليلتك دادي بيج يعد حساء الخضروات للغداء أبي أساعدك شكرا يا بيبا أيمكنك تقشير الخضروات؟ حسنا بيبا توقفي قشور الخضروات لا تلقى في القمامة العادية بل توضع في السلة البنية أوه أوز صحيح يا جورج هذه قشرة موز وهناك بصل وجزر وجميع بقايا الفواكه والخضروات هنا جدكما سيحبان ذلك هل يأكل الجد والجدة؟ كشر البطاطس يا أبي لا يا بيبا إنه لحديقة الجدكما لكي ينمو نباته سنأخذ جولة هناك بعد الغداء جيد جدا مامي بيج بيبا وجورج يأخذون القشورة لمنزل جراني بيج وغرامبا بيج نحن هنا مرحب غرامبا بيج بابا إيج لدينا هدية مميزة لك آه قشور الخضروات هذا مذهل سوف تحب حديقة ذلك أتأكل حديقتك؟ الخضروات لا يا بيبا هذه القشور من أجل كومة سمادي ما هذا؟ هيا نرى ها هو ذا إنه صندوق خشبي أجل يا بيبا ولكنه صندوق خشبي ذكي جدا أقوم بوضع هذه القشور في الأعلى ومن الأسفل يأتي سماد جميل غني خصب جدا كيف تفعل ذلك؟ أهو صندوق سحري؟ لا يا بيبا لدي بعض الأصدقاء الصغار الذين يساعدونني أين؟ هيا نظري هنا أجل ديدان ملتوية ملتوية تحول الديدان جميع الخضروات والفاكهة إلى سماد جرانتو بيج أيمكن أن نجد المزيد من الديدان لكومة سمادك؟ يا لها من فكرة رائعة هيا يا جورج لنجد المزيد من الديدان دودة ملتوية 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 أنت دودة ملتوية أنت دودة ملتوية كيف حالك؟ أنا أحبك دودة ملتوية أحسنت صنعاً كوني دودة ملتوية مطيعة وحاوليه كله إلى سماد هيا وبعد ذلك يمكن استخدام السماد في أعرف أعرف تضع بذرة في التربة ثم تغطيها بالسماد ثم تنمو إلى شجرة أجل يا بيبا وبالحديث عن الأشجار يستحسن أن نساعد جراني بيج إنها تجمع الفاكهة في البستان وما هو البستان؟ حيث توجد أشجار الفاكهة نمتلك هذا البستان منذ صغري مرحباً جراني بيج جانجي إيج هل ستساعدني في جمع التفاح؟ أجل يا جدتي التفاح عال جداً يا أمي لا تقلقي يا بيبا لدى الجد والجدة حيلة صغيرة لجامعه فليمسك الجميع بالشجرة عند العدد ثلاثة هزوا الشجرة قدر ما تستطيعون واحد اثنان ثلاثة إنها طمتر تفاحاً جدتي أيمكنني أخذ تفاحة رجاءاً؟ بالطبع يا بيبا طعمه لذيذ أيمكن أن تخمن ماذا نفعل ببذور التفاح؟ ملتوية ملتوية هذا صحيح بذر التفاح يذهب للدود من أجل سماد ذكي يا جورج ودود ملتوية ذكي أيضاً صباح الخير يا صغاري صباح الخير يا جدي بيج أنا أحب التخيم بما أننا في الريف يمكننا أن نقضي اليوم في تأمل الطبيعة فكرة جيدة يا مامي بيج فلنشاهد برنامجاً عن الطبيعة أحد عجيب الطبيعة العصافير يا للجمال يا عصفور لا يمكنني أن نسمع التلفاز أوه دا جي بيج وما الفائدة من عطلة التخيم إذا كنا سنشاهد التلفاز نفعل ذلك بالمنزل آه تفكير سليم يوجد الكثير من الأماكن لنزورها يوجد عالم الشجر ما هو عالم الشجر؟ عالم الشجر هي غابة كبيرة مليئة بالشجر إن هذا يبدو مملاً وتوجد مدينة البطاطس ما هي مدينة البطاطس؟ إنها جولة في حقول البطاطس تنتهي بتضوق بعض البطاطس يبدو شيقاً وهناك أرض البط وما هي أرض البط؟ إنه نهر عريض مليء بالبط أرض البط فلنذهب إلى أرض البط تفا وجوج يحبان البط كيف نذهب إلى أرض البط؟ شاحنة التخيم ترشدنا مرحباً أين سنذهب اليوم؟ أرض البط من فضلك اتبعوا الطريقة إلى الأمام في خط مستقيم ذاهبونا لأرض البط بشاحنة التخيم أهلاً في أرض البط كم تذكرة من فضلك؟ أود أربعة من فضلك استمتعوا بالبط أين هو البط؟ ربما تكون في عطلة لنتناول غداءنا في الخلاء البط دائماً يظهر وقت تناول الغداء أبا وجوج يحبان النزعة البط ها هو هناك توقف يا أبي نحتاج بعض الخبز للبط حسناً أهلاً سيدة بطة أتى الكثير من البط كل إخوانها وأخواتها قد أتت وقد أتى الكثير من البط إنهما جدد وجد البط وها هم جميع العمات والأعمام وكان هذا آخر غدائنا كولو شكراً لدادي بيج أيها البط على الراحب والساعة أنا أحب أرض البط وقت العودة إلى المنزل أتساءل أي طريق أقصر إلى البيت؟ قد مستقيماً للأمام في النهر أوه هل هذا صحيح؟ أجل قد إلى النهر لا يمكننا الكيادة في النهر أجل ما تقوله هراء من فضلك اضغط الزر الأزرق شاحنة التخين تسير باتجاه النهر لقد تحولت شاحنة التخين إلى مركب لم أكن أتوقع ذلك أهلاً بكم في سيارة المستقبل انظروا إنه الكلب الجد والكلب داني أيضاً مرحباً يا دادي بيج مرحباً بيج نبحر في النهر بشاحنة التخين قد لأعلى التل التل لقد وصلت إلى وجهتك نحن بالمنزل شكراً على هذه العطلة يا سيدة تجاهنا ها ها على الرحب من الرائع لنا أخذ عطلة ولكن الأرواع العودة إلى منزلنا الصغير ليلة سعيدة يا صغيري ليلة سعيدة بابا وجورج يلعبان في غرفتهما هذا أفضل منزل على الإطلاق جورج الأنب وريتشارد هنا جورج ريتشارد داينسو داينسو الى اللقاء ريتشارد سوف أاتي لاستحب بك لاحقاً جورج وريتشارد صديقان جورج ريتشارد لقد أسقطت ما منزلي أرجوكو ماء لعباه بشكل هادئ لقد حولت جورج سلة اللعب إلى بركان يستخدم ريتشارد الأشجار اللعبة ليكون غابة استخدم جورج مكعبات البناء لصنع نار داينسو لقد حولت جورج وريتشارد الغرفة إلى أرض الداينسورات أنا سأرحم هذا مزعج جداً أنا أقول بطاطس وأنا أقول بطاطا بطاطس بطاطا من الجيد في الأيام الممترة أننا نشاهد البرامج الهامة في التلفاز بطاطس بطاطا بطاطس بطاطا أمي جورج وريتشارد حولنا الغرفة إلى أرض الداينسورات وأرض الداينسورات مزعجة جداً جورج لديه صديقه المفضل أما أنا فلا يوجد من ألعب معه يمكنك أن تطلبي من سوزي أن تأتي إلى هنا الحمل سوزي صديقة بابا المفضلة أيمكن سوزي أن تأتي الآن حقاً؟ لنتصل بها مرحباً الحمل سوزي تتحدث سوزي هذه أنا أيمكنك أن تأتي لمنزلي؟ أجل يا بابا أيمكن يرتداء زي الممرضة؟ أجل لكن أسريعي جداً إلى اللقاء يا سوزي سأعود لي أسريعي يا سوزي أصحبك لاحقاً جورج ريتشارد الممرضة سوزي هنا والممرضة سوزي تقول هذه ليست أرض الديناصورات إن هذا مشفى والمشفى يجب أن يكون نظيفاً ومنظماً لن تكون الغرفة أرض الديناصورات بعد الآن هذا مشفى وسأكون أنا الطبيبة المهمة وهذا الديناصور مريض أوافقك يا طبيبة إنه أخضر مريض جداً يجب أن يذهب للنوم وهذا الديناصور لونه بنفسجي مريض حقاً أجل يا طبيبة يجب أن يذهب للنوم أيضاً ديناصور أسموتا التزم الهدوء في المشفى الغرفة ليست مشفى بعد الآن أصبحت محطة قطار لا 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 يوجد أي قطارات في أرض الخيال أوه والآن الغرفة أرض الخيال الأشياء الجميلة فقط في أرض الخيال لماذا كل هذا البكاء؟ جورج وريتشرد يريداني لعب الديناصورات والقطارات ونحن نريد أن نلعب المشفى والجنيات أرى أن المطر قد توقف بالخارج إذن؟ إذن يمكنكم اللعب بالخارج ولكنهم يحبون لعب الأولاد الصغار ونحن نحب لعب البنات الكبار ولكن بعد أم تمطر ماذا تجدون عادة في الحديقة؟ برك طين وتوجد برك الطين من أجل القفز العلو أسفل الجميع يحب القفز الأعلى وأسفل في برك الطين سواء كانوا بنات كبارا أو أولاد صغارا كيف يمكننا جمع المال لإصلاح صقف المدرسة؟ ماذا عن سباق للمرح؟ ما معنى سباق المرح؟ إنه يوم للتنزه ودفع المال لمشاهدة الناس التجري وكلما دفعت أكثر كلما جروا أكثر إنها فكرة رائعة إلى أي مدى يمكنك الجاري؟ ماذا؟ يمكن للجاري مثل ما تحبين ولكن يا أبي بالكاد يمكنك الجاري قراء أنا خبير في الجاري جيد أيا جري أحد آخر؟ لا شكرا ولكن سأدفع لمشاهدة دادي بيج وأنا أيضا وأنا أيضا ممتاز شكرا دادي بيج تتناول بابا وأسرتها السباجاتي لذيذ أه يوجد المزيد؟ دادي بيج لقد تناولت ثلاثة أطباق الأكل يعطني طاقة وأنا أحتاج الطاقة للجاري يجب أيضا أن تتدرب على الجاري ماذا لو تدربت على الأكل اليوم وعلى الجاري في اليوم التالي؟ لا يا أبي يجب عليك أن تتدرب الآن هيا يا أبي سأصابكك هذا سهل الجاري لأسفل التالي سهل الجاري لأعلى التالي صعب أعتقد أنه لم يكن علي أن أكثر من الأسباجاتي إنه يوم سباق المرح لدى سيدة جازيل لوحة لتبين إلى أين يجب أن يجري دادي بيج إذا جرى دادي بيج إلى هنا محل البقالة ثم إلى هنا مرآب جدي ثم هذا الطريق إلى هنا قصر ويندي سيكون لدينا المال الكافي لإصلاح سقف المدرسة سأفعل ذلك الآن استعد هيا انطلق فعلتها فلنبدأ النزهة مضحك يا أبي كانت هذه مجرد رسمة أجل يجب أن تجري حتى قصر ويندي استعد هيا انطلق مرآب هيا لديك يمكن كفالها هيا يا حافلة يمكن كفالها لقد وصلت حافلة المدرسة إلى قصر ويندي والآن يستمتع الجميع بالنزهة ماء ماء يا له من يوم مشبس وجميل ويا لها من طريقة مريحة لجمع المال ماء ماء لقد وصل دادي بيك إلى محل البقالة كل هذا الجري جعله عطشا هيا لننظر عبر المنظر أستطيع أن أرى أبي المنظر يجعل كل شيء يبدو أقرب أوه إنه لا يجري سريعا وصل دادي بيك إلى مرآب الكلب الجد كفا لا أستطيع لقد توقف أبي أوه تبدو ساخنة تحتاج لشيء يبردك ويعطيك طاقة مصاصة سلج أشكرك كثيرا هذا لطيف آه، دبور إيش، إيش، ابتعد أيها الحشرة الصغيرة يريد الدبور مشاركة مصاصة الثلج لا، هذه خصاتي بدأ الوالد يجري ثانية بسرعة كبيرة مرحب آه، ابتعد، ابتعد توقف الآن يا دادي بيك لدينا المال الكافي لإصلاح صقف المدرسة أبعد دادي بيك الدبور أحسنت، يا دادي بيك هذا الجري الزائد يعني المال الكافي لحفلة جديدة شكرا دادي بيك على الرحب والسعة يقوم دادي بيك بالغسل هذا الصباح يا أبي، ما هذا القميص؟ إنه قميص كرة القدم سيلعب الوالد كرة القدم هذا المساء أولا سأذهب للعمل أراكم لحقا وداعا إلى اللقاء مسكين يا أبي يجيب أن يذهب للعمل أوه، إنه مسكين هايا، لنلعب أجل، هيا نلعب هااااااااااااااهم تحب بيك القفز الأعلى وأسفل في بيرة الطين يحب جورج القفزة لأعلى وأسفل في بركة طين تحب مامي بيج القفزة لأعلى وأسفل في بركة طين يا للهول أمي لقد رششنا بعض الطين على قميس كرة القدم لا تقلق سنغسله غسله لن يأخذ وقتا ولن يعرف أبدا بشأن الطين لنجد أشياء أخرى نضعها بالغسالة أوه إن ثوبي به بعض الطين مامي بيج وجوج وجد أشياء أخرى ليخسلها أحسنت يا جورج نضع الملابس هنا ثم نشغلها تمتلئ الغسالة بالصبون والماء ساخن أخسل 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 تجعل الغسالة الغرفة كلها تهتز أوه بابا أين ثوبك؟ أنا أقوم بغسله ماذا؟ أوه لا انظر يا أمي ثوبي الأحمر أصبح نظيفا الآن أجل يا بابا ولكن انظري ماذا فعل؟ يا للهول لقد حول ثوب بابا الأحمر كل الملابس إلى وردي الوردي ليس أفضل لون لقميس كرة القدم لقد عاد دادي بيغ من العمل مرحبا جميعا مرحبا يا أبي دادي بيغ لدينا مشكلة صغيرة و أخبريني لاحقا يجب أن أستعد لكرة القدم أين قميس كرة القدم؟ هنا لا تكوني سخيفة يا بابا هذا أحد أثواب أمك إنه وردي لا يا دادي بيغ إنه قميس كرة القدم لقد اتسخ بطيني قليلا لذا غسلناه ثم اتسخ كل شيء بعدها أسفة يا أبي أنا لا أستطيع ارتداء قميس وردي ولما لا يا أبي إن الوردي لون جميل ماذا تظن يا جورج؟ جورج لا يحب الوردي ها قد أتى أصدقاء دادي بيغ سيد ثور سيد أرنب سيد مهر وسيد حمار وحشي هل دادي بيغ قادم للعب؟ فقط يحتاج لحظة فريقي لونه أبيض أحتاج لقميس أبيض لكن يا أبي لديك قميس أبيض فقدكم بخلع ستراتك أرأيت؟ هذا رائع شكرا لك يا بيبا مرحبا جميعا مرحبا دادي بيغ يعجبني قميصك جميل جداً شكراً أيا لنلعب كرة القدم أجل أبي لقد كنت بتلطيخ قميصك بالطين بالطبع يا بيبا قمسان كرة القدم تتلطخ بالطين دوماً داري بيج يحب لعب كرة القدم الجميع يحب لعب كرة القدم خاصة وهي بالطين يأخذ بابا وجوج في رحلة بالقارب وبالي ذاهب أيضاً جرانبا بيج هل أخذت هاتفك المحمول؟ نعم يا جراني بيج احذر لا تسقطه في الماء بالطبع يا جراني بيج هل هو مفتوح؟ نعم يا جراني بيج سلام ها هو الكلب الجد مرحباً مرحباً بيج يوم جميل للإبحار كنت سأذهب لكن قاربي في حاجة للتنظيف لا أعلم لم تهتم بتنظيف هذا القارب القديم لقد فجئت أنه لا يزال يعمل هذا القارب القديم سوف يظل يعمل طويلاً بعد غرق قاربك المعدني العتيق في أعماق النار الكلب الجد هو صديق جرانبا بيج المفضل بأقصى قوة إلى اللقاء أنا القبطان في هذا القارب وعندما يقول القبطان أي شيء يجب أن ينفذ أمرك يا قبطان أمرك يا قبطان الضبغاء بولي تقلد كل ما يقال جورج ارفع الراية جورج ارفع الراية بيبا اقرع الجرس بيبا اقرع الجرس جدي هل يمكنني أن أكون القبطان؟ أرجوك حسناً لكن كقبطانة ارتدي هذه القبعة الآن بيبا هي القبطانة ويجب أن يطيعها الجميع اقرع الجرس هيا قدر العجلة أمرك يا قبطانة بيبا اكفزوا لأعلى وأسفل القبطانة بيبا محبة للسلطة ربما يجب أن أكون القبطانة مجدداً لا نريد أن نصطدم بأي شيء توجيه القارب يمكن أن يكون صعباً لحسن الحظ أنا جيد في التوجيه يا للهول قارب جرانبا بيج استضم بجزيرة صغيرة جدي نحن عالقون سأتاصل بجراني بيج تستطيع مساعدتنا جرانبا بيج أسقط هاتفه في الماء جراني بيج تتحدث مرحباً 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 بطريقة ما علينا إرسال رسالة إلى جراني بيج رسالة إلى جراني بيج؟ بولي يمكنه الطيران لجدات فكرة جيدة يا بيبا ويمكنني تلقين بولي ما سيقال جرانبا بيج يقول جرانبا بيج يقول النجدة 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 كما طريان سهل للغاية جرانبا بيج يقول سهل للغاية أيها الطائر العجوز أيها الطائر العجوز مرحباً ما هو الأمر؟ جرانبا بيج يقول ماذا يقول جرانبا بيج؟ أيها الطائر العجوز النجدة النجدة يا إلهي إنه في حاجة للمساعدة الكلب الجد مرحبا يا جراني بيك جرانبا بيك يحتاجنا هل يمكنك إنقاذه؟ سينتي هذا سوف يسعدني مرحبا أهلا أهلا في حاجة للإنقاذ يا قبطان ربما هل تريد أن ينقذك قارب القديم الصدق؟ نعم من فضلك أيها الكلب الجد امسك بهذا أمرك أيها القائد الكلب الجد هو صديق جرانبا بيك المقرب جدا جدتي هل أخبرك بولي بحاجتنا للمساعدة؟ نعم بولي ببغاء ذكي للغاية قل أنا ببغاء ذكي أهلا 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 أه أروار، هذا ميسيو حمار، يتحدث الفرنسية خطر هذا ببالي أمي، ماذا قال ميسيو حمار لك؟ سأل لو يمكن لدلفين الصغيرة زيارتنا أوه، جيد الحمارة دلفين هي صديقة بابا المميزة جداً من فرنسا دلفين ستأتي لممارسة التحدث بالعربية مرحا فلنسرع، سيصل قطار دلفين قريباً آخر محطة، تغييراً كلي هذا قطار دلفين دلفين، بونجور بونجور بالفرنسية صباح الخير بونجور 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 سيد حمار يا إلهي، هل هذه الحقيبة الكبيرة لدلفين؟ نعم، دلفين أحضرت أشياء قليلة لزيارتها أشياء ليست لديكم هنا جبن، خبز، تماطم، ماء ٍ أهو، آهو أعوار دلفين، سأخذك في مساء الغد أين سأضع حقيبة دلفين؟ في غرفتي، في أعلى المنزل يا أبي وهذه الحقيبة لليلة واحدة؟ أوه نعم، لهذا أحضرت حقيبة صغيرة فقط دلفين جاءت لتمارس التحدث بالعربية لذا علينا مساعدتها جميعاً حسناً يا أمي أولاً علي التأسف لا أتحدث العقبية بشكل جيد تتحدثينها بشكل معقول أنت طيب للغاية ميسيو بيج لكن هل يمكنني السؤال بخصوص التحدث بالعقبية؟ بالطبع أنا خبير في التحدث تفضلي بالسؤال هل الأفعال الموجودة في العقبية كلها أفعال ماضية أم أفع أمغ في الواقع تأخر الوقت أن أرتب سرير دلفين؟ أمي أمي أتنام دلفين في سريري بوسادة على كل جانب فكرة جيدة بابا ودلفين ينماني على كل جانب من نفس السرير يا أطفال هيا إلى النوم غداً يومكم مشغول دلفين ستزور مجموعة لعبكم واو دوغمي بيا دوغمي بيا ليلة سعيدة بالفرنسية لست ناعسة اطلقون لنغني يا أغنية تجعلنا ننام أجل أغنية دلفين الفرنسية الجميلة تسببت بنوم الجميع دلفين جاءت لزيارة مجموعة لعب بابا سيدة جزال هذه صديقات الفرنسية الحمارة دلفين بونجور بونجور دلفين لقد غنت دلفين أغنية فرنسية جميلة بالأمس أيمكنون تعليمها أغنية عربية؟ ماذا عن أغنية بينج بونج؟ نعم غني لي أغنية بينج بونج ستكون جيدة للغتي حسنا سنعزف لحنا ونغني أغنية مع بينج و بونج و بينج جيد تعلمت الكثير من الكلمات اليوم أمي لماذا ترتدينا هكذا؟ سأذهب إلى تدريب سيارة الإطفاء للأمهات عذر جيد لكوب جيد من الشاي والدردشة حسناً ماذا ستفعل اليوم يا دادي بيج؟ لدي اجتماع مهم مع فريق كرة القدم للأباء تعني أولاد الناديجين يرمون بالكرة في الأنحاء لدينا حفل شواء أيضاً ها هو سيد ثورف، سيد أرنب، سيد مهر، وسيد حمار وحشي موه، هل سيخرج دادي بيج للعب؟ هيا أمي، هل يمكننا رؤية سيارة الإطفاء؟ نعم أوه، جيد هذه محطة إطفاء الأنس أرنبا أهلاً فيبا وجورج تعالوا لتروا سيارة الإطفاء واو سيارة الإطفاء هناك سلم للتسلط خرطوم للمياه المتدفقة وجرس كبير للقرع الآن لنصعد إلى البرج ونبحث عن حرائق أهلاً بكم أهلاً بيبا أهلاً جورج من يريد كوباً جيداً من الشاي يبدو هذا جيداً هذا هاتف بيبا هذا هاتف الحرائق يستخدم فقط عند وجود حريق آه حريق حريق محطة الإطفاء أين الحريق أين الحريق هل يمكنني محادثة مامي بيج من فضلك؟ أوه هذا دادي بيج دادي بيج لا يصح الاتصال بهذا الهاتف إنه يستخدم للطوارئ فقط إنه طارئ لا يمكنني إيجاد صلصة الطماطم في أي مكان دادي بيج هل أشعل الشواء الآن؟ نعم من فضلك يا سيد أرنب كن حريصاً مع الشواء يا عزيزي فق بي يا مامي بيج نحن الآباء خبراء في الشواء سلام ربما يحتاج المزيد من الفحم انفخ فيه قليلاً فالتضع المزيد من الشعلعت الآن سوف ننتظر حريقاً وإلى متى سوف ننتظر؟ أوه يمكن أن يستغرق طويلاً أنتظر منذ وقت طويل كم من المرات أطفأت ناراً يا أنسة أرنبا؟ آه أبداً لم أطفئ واحدة لكن استعدي دائماً إنه هاتف الحريق آه فلتجي به يا بيبا من المحتمل أنه والدك حسناً مرحباً محطة الإدفاق أهلاً بيبا أوه يا أبي هذا أنت ألم تقول لك أمي؟ إن هذا الهاتف خاص للحرائق فقط هل تعطيني الأنسة أرنبا؟ من فضلك أبي يريد التحدث إليك مرحباً يا دادي بيك هذا الهاتف يستخدم فقط عند وجود حريق حريق يا للهاتف حصل شواء دادي بيك يحترق حريق حريق الأمهات إلى الانقاذ ويييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي سيارة أنسة أرنبا للإطفاء مرحب ارجعوا للخلف يا آباء الكلبة الأم هيفتح المياه أمرك ما مفيد انتفأ الحريق مرحب نشكرك لإنقاذنا آفوا نحن دائما في الخدمة خدمة إطفاء الحرائق للأمهات والآن بعد أن بللت آنسة أرنبا حديقتنا نستطيع جميعا القفز في براكتين نعم أحب سيارات الإطفاء خاصة عندما تقوم بصنات براكتين حان وقت النوم لبافا وجورج ليلة سعيدة صغاري جراني وجرانبا فيغ سيأتيان للعشاء أهلا أهلا أين بيبا وجورج؟ نائمان ولكنني أردت رؤيتهما أأسترق النظر؟ حسنا جراني بيك لكن كوني هادئة جراني بيك صغيري الغاليين يجب أن تكون نائمين احكي لنا قصة حسنا فقط إن وعدتماني أن تعود مباشرة للنوم سننام مباشرة بعد القصة حسنا في قديم الزمان كان هناك ولد صغير اسمه مغر بيدرو وجد بذرة سحرية أوه نعم الآن زرع بيدرو البذرة ونمت لتصبح شجرة تفاصلياء عملاقة تصل للسماء هذا حقيقي بعدها تسلق لقمة هذه الشجرة وجد عملاقا كبيرا وسيئا لا أريد هذه أريد قصة عن أميرة أوه نعم وجد هناك الأميرة ببل جميلة والفارس جورج الشجاع النبيل وتباخا يطهؤ لذ الأطعمة على الإطلاق ماني بيغ دادي بيغ وغرانبا بيغ ينتظرون ليأكلوا سأذهب لأرى لما تأخرت جراني بيغ ومدت لي في القصة يا جدتي جراني بيغ المشاكسة لقد أيقظت الصغار لقد وعدنيها أن ننام بعد القصة مباشرة يا جرانبا بيغ أنا جيد في إنهاء القصص يا جراني بيغ انزلي أنت للأزفل أنا لد أتأخر هناك ولد شجرة فصلياء أميرة جميلة وفارس شجاع وطباخ يطه عشاء لذيذة وبعد أن أكلوا العشاء اللذيذ ذهبوا جميعا للنوم النهاية ثم استيقظوا جميعا وجاء لهم ساحر ساحر؟ سيؤدي عرضا سحريا كبيرا لكن ثم جاء تنين مخيف جدا جراني بيغ مامي بيغ ودادي بيغ ما زالوا ينتظرون العشاء يبدو أن قصة ما قبل النوم هذه لا تنجح أنا خبير في قصص ما قبل النوم سأجعلهما ينامان في دقيقة تنين مخيف حسناً جورج إلى النوم لكن جران بايغ لم يكن بإكمال القصة بعد يا أبي سوف أنهيها سأكون في الأسفل بسرعة حسناً هناك ولد، شجرة فصلياء، كلعة، أميرة جميلة، فارس شجاع، طباخ، ساحر وتنين مخيف وملك جائع للغاية إذن دناول الجميع عشاء كبيراً وعاشوا بسعادة أبدية النهاية ثم أقام حفلة وجاء كل أصدقائهم حسناً يجب علي أن أحل هذا داجي بيك أوشكوا على النوم شكراً سوف أتولى الأمر عليكي إنهاء القصة يا أمي حسناً بسرعة اخبريني ماذا حدث كان يا مكان في قديم الزمان منذ زمن بعيد مامي بيك ظلتناك لمدة طويلة يمكنني سماع شخيرين وأخيراً بيبا وجورج نائماً وعشوا جميعاً في سعادة أبدية النهاية بيبا؟ جورج؟ هش إن أمي نائمة يا أبي يبدو أن الأميرة بيبا هي الأفضل في قراءة القصص هذا صحيح، بالفعل إنه وقت الذهاب للمنزل أبي، اللعبة تادي قادمة للمنزل من؟ اللعبة تادي هو جالب الحظ دور بيبا لتأخذه المنزل لديه لباس نوم وألبوم صور وفرشات أسنان كل هذا في حقيبته أتفهم بابا، دادي بيج واللعبة تادي وصلوا للمنزل مامي بيج، الليلة سيبقى لدينا ضيف مميز حقاً، من هو؟ اللعبة تادي لديه لباس نوم وألبوم صور وأيضاً فرشات أسنان ماذا في ألبوم الصور؟ نحن نلتقط له صوراً مع أفعاله المشوقة أوه لقد أخذ أصدقائي اللعبة تادي حول كل العالم لندن، فاريس، مصر أعتقد أن اللعبة تادي لديه حياة مثيرة أتمنى أن يقضي وقتاً طيباً إنه وقت نومي بيبا وجورج أقدم لكم اللعبة تادي المشوقة مرحباً إنه ضيفنا المميز يجب أن تفسح له مكاناً وهذا السيد دينسور إنه لا يجد الكلام أبداً نلتقط صورة لألبوم صور اللعبة تادي قولي يا أبي يجب أن يحظى اللعبة تادي بوقت المشوقة غداً هل نذهب للقطب الشمالي؟ هااااااا ماذا عن المتجر؟ أجل لا أعتقد أن اللعبة تادي قد ذهب للتصوك من قبل إنه صباح بيبا تستحب اللعبة تادي إلى المتجر هذا المتجر يبيع كل شيء برتكال، تفاح، موز هذا ممتع للغاية في هذا المكان ندفع مقابلة لكل الأطعمة جوج يريد التقاط صورة حسناً يا جورج كفاناً صور يا جورج أين اللعبة تادي؟ اللعبة تادي مفقود أبي لقد أضعت اللعبة تادي لا تقلقي يا بيبا متأكد أننا سنجد مرحباً كيف كان يومك؟ أبي أضع اللعبة تادي أو لا لكن لدي خطة لأجده كيف يمكن أن نجد اللعبة تادي يا أبي؟ أولاً سنطبع كل صوره التي التقطناها مامي بيك تفرغ حقائب التسوق لأين ذاهبون؟ سنلصق صور اللعبة تادي على الأشجار أوه أبي انتظرني لما نلصق صوراً على الأشجار يا أبي؟ عندما يرى الناس صور اللعبة تادي المفقود سيساعدوننا لنجده أوه هذا تادي في سريري هذا تادي في المطبخ وهذه صور جورج مع تادي في المتجر أوه اللعبة تادي أعلم أين هو أوه مرحباً أمي نعلم أين هو اللعبة تادي نعم إنه في الحقيبة مع الماكرونة والتماطم بابا تعرض ألبوم اللعبة تادي على صفها كنت قلقة ألا يحظى تادي بمغامرة ممتعة معنا ثم من حسن الحظ أضعه أبي حينها في المتجر ولكننا وجدناه مجدداً بالتسوق أوه قد كانت مغامرة ممتعة بالفعل كانت يوهوهو الجميع متنكرون كالقرصنة يوهوهو المهر بيدرو تنكر كراعي البقر إيها أهلاً بكم يا عزائي هذا الكلب الجد متنكر كقرصان مرحباً الكلب الجد ناديني الكلب الذقن مرحباً الكلب الذقن من منكم؟ أيها القرصنة يتوق أن يحظى بمغامرات في البحار المالحة لمنا كلامه مُدحي هذه طريقة القراصنة إذا أردت أن تلعب لعبة القراصنة قل أر هل هي لعبة خطيرة؟ لا يا بيترو وعدني الكلب الجد بأنها لعبة آمنة جدا جدا لكنها ستكون ممتعة إذن من يود اللعب؟ ها هي الخطة منذ زمن كانت لدي حفنة من الذهب ولكن تم خداعي عن طريق القبطان هوغ ماذا؟ حديث القراصنة يكون صعب الفهم قليلا القبطان هوغ أخذ كنزي واعلموا أن القبطان هوغ هو قرصان مخيف بعضكم يعرفه على أنه جرامبا بيج آه جرامبا بيج اللعبة هي أن تذهبوا إلى مخبأ القبطان هوغ وتعيدوا كنزي دون أن يمسك بكم مرحبا الجميع متحمسون للاعب لعبة القراصنة أهلا جرامبا بيج نحن في طريقنا جيد للغاية جرامبا بيج والببغاء بولي يحرسان كنز القبطان كونوا كالشراع الأسود واجعلوا الرياح تحملكم بعيدا ماذا يعني هذا؟ اركضوا إلى القارب يوهوهو يحا هيا ارتدوا سطرات النجاة على جميع الأفضل ارتداء سطرات النجاة على قارب الكلب الجد يجب على هذا الأحمق أن يصل الآن تفضل كأسا من الشاي اللذيذ أوه شكرا يا جراني بيج وأخيرا هل نحن جاهزون الآن؟ سيد كلب ذاقم أنا أحتاج الذهاب إلى الحمام وأنا 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 ما الذي يؤخرهم؟ مرحبا الكلب الجد اعتقدتك قلت إنكم في الطريق نعم نعم لقد أوشكنا لقد أخذ لمشمل الفريق وقتا اسحب المرسا أطلق الشراع أمرك يا كلب الضقم نحن القراصنا في الخخور الزرقاء لنجد كنزل الزهبي أطلقوا الشراع هاي استعدوا للوصول وصل الأطفال إلى بستان جرامبا بيج اللعبة هي أن يجدوا الكنز دون أن يمسك بهم شجعوا القراصنا شش يا أمي أتمنى أن لا يكون هنا قراصنا يحاولون أن يأخذوا كنزي العزيز كيف أصدقاؤها حصلوا على العملات دون أن يمسك بهم؟ إنها عملات الشوكولاتة الجميع يحبون عملات الشوكولاتة يام 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 أمسكت بك الكلب الجد أمسك به هل تحاول أن تأخذ كنزي؟ إنه ملكي فزت به باجتهاد وعدل أوه لا لم تفعل أوه نعم فعلت أنا أشكركما للغاية على لعبة القراصنة الممتعة أوه لا داعي للشكر أوه نعم قد حظينا بالمتعة عيد ميلادي سعيد يا داني هذا أفضل حفل قراصنة على الإطلاق آه بابا وعائلتها يشاهدون السيد بطاطس على التلفاز أحب مشاهدة برامج اللياقة البدنية والآن هذه بعض الرسومات الجميلة التي جاءت هذه تفاحة أوه تذكروا تناول الفاكهة والخضروات يبقي على لياقتكم أنا أحب تناول الفاكهة والخضروات وأيضا التمرين مهمة اليوم يمكنكم رؤيتي أفتتح مركز رياضة في البلدة أمي أنا أذهب للمشاهدة السيد بطاطس الطريق طويل لرؤية بطاطس يا بابا هو ليس أي بطاطس قديمة بل إنه السيد بطاطس أيمكننا أن نراه يا أمي؟ أرجوكي أوه حسنا مرحب الجميع أتوا لرؤية السيد بطاطس يفتتح مركز الرياضة الجديد انظروا إنه السيد بطاطس السيد بطاطس أوه إنها فقط بابا أوه مرحبا جميعا أهلا بابا سوزي ظنت أنك السيد بطاطس إنني لا أشبه السيد بطاطس أبدا لا أنت أكبر كثيرا بل إن السيد بطاطس أكبر مني لا ليس كذلك هو فقط بطاطس والبطاطس تكون في هذا الحجم ها هو السيد بطاطس السيد بطاطس وصل البلدة تفضلوا بالترحيب بصديقكم وصديقي السيد بطاطس مرحبا واو هذه بطاطس كبيرة أعلن افتتاح هذا المركز الرياضي هذا رائع علينا جميعا أن نتمرن ونتناول الفاكهة والخضروات ما الذي علينا أن نأكله يا سيد بطاطس؟ تفاح، برتقال، جزر، تماطم بطاطس؟ أم لما لست صغيرا كبطاطس طبيعية؟ أم لأنه ليس بطاطس طبيعية لأن لديه قدمين البطاطس الطبيعية ليس لديها أقدام إنه بطاطس خارقة نحن نشاهد برنامجك كل صباح جيد للغاية وتذكروا أن ترسلوا رسوماتكم سنفعل بابا وأصدقاؤها في مجموعة اللعب أطفال، اليوم سنرسم رسوماتنا للسيد بطاطس مرحب أنا أرسم أناناسا وأنا أرسم جزره جيد جدا ماذا ترسمين يا آملي؟ بازلي لطيف وبهدرو إنها بطاطس خارقة أوه أنا أرى وجورج رسم طماطم رائع بابا ما نوع الخضروات التي رسمتها؟ هذا أبي وهو يشاهد التلفاز ممتاز الآن سنقوم بوضع الرسومات في ظرف ونرسلها إلى السيد بطاطس حل الصباح وحان وقت برنامج السيد بطاطس تفضلوا بالترحيب بصديقكم وصديقي السيد بطاطس أرسلنا بعض الرسومات إلى السيد بطاطس في ظرف يا أبي هل حصلت على الظرف؟ لا يستطيع سماعك يا أبي إن السيد بطاطس في التلفاز أوه نعم بالطبع تسلمت ضرفا مليئا بالرسومات هذه الطماطم تبدو لذيذة هذه صورة جورج أخصنت يا جورج لكن هذه الرسمة من بيبا بيج هي مفضلتي واو إن هذه هي رسمتي تورينا دادي بيج يشاهد التلفاز يبدو أن دادي بيج يحتاج لبعض التمرين ماذا؟ هيا يا دادي بيج لنقم ببعض القفز لأعلى ولأسفل حسنا لأعلى لأسفل دادي بيج يحب القفز لأعلى ولأسفل الجميع يحب القفز لأعلى ولأسفل السيد أرنب هو مسؤول المحطة كم تذكرة؟ واحدة نتان ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر عشر تذاكرة للأطفال وتذكرة لي يا أطفال لا تضيع هذه التذاكر أيمكنني رؤية تذكرتك؟ لقد فقدت تذكرتي عزيزي بادرو كن أكثر حرصا ها هي تذكرتك حاول ألا تضيعها مجددا ها هو القطار تشو تشو أنسة أرنب هي سائقة القطار ليصعد الجميع مرحب ها هي أوراق النشطات على الأطفال أن يجدوا كل شيء في أوراق النشطات كارب صندوق الإشارة وأيضا نفق أنا أرى أشجارا هل الأشجار في القائمة؟ لا أستطيع أن أرى سحابا هل السحاب في القائمة؟ لا أستطيع أن أرى الكلب الجد مرحبا بكم مرحبا الكلب الجد هل الكلب الجد في القائمة؟ بيبا المضحكة جدي لن يكون في القائمة ولكنه يقود قاربا والقارب في القائمة مرحب الأطفال يعلمون على القارب في أوراق نشطاتهم التذاكر جاء السيد أرنب ليتفقد تذاكر الجميع أعتقد أنني فقدت ذكرتي يلا الهول يلا الهول ها هي تذكيرتك يا بيدرو كنت تجلس فوقها والآن حاول ألا تضيعها مجددا يا بيدرو إن القطار يصعد ببطء إن القطار ينزل بسرعة سيدة جزال أشعر أنني لست بخير أذهب إلى الأمام من فضلك؟ حسنا يا بيدرو، اذهب إلى مقدمة القطار نعم أهلا بيدرو، قل لي ألست بخير؟ هل توضل قيادة القطار؟ نعم من فضلك ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه صندوق الإشارة هذا في القائمة مرحى الأطفال يعلمون على صندوق الإشارة الإشارة أوقفت القطار من أجل أن يعبر شخص مهم إنها السيدة بطا وأصدقاؤها أوه ما هذا ما زلنا لم نرى النفق بعد أوه المكان مظلم نحن في نفق النفق هو آخر شيء في أوراق النشطات مرحى آخر محطة تغيير كلي لينزل الجميع الآن ولكن سيدة جزيل كيف سنعود للمنزل هوه بابا نحن حيث ما بدأنا لقد دار القطار في دائرة كبيرة التذكر أرجوكم آم بيدرو أضع تذكرته مجددا آم بيدرو هل أخذ قبعتي من فضلك؟ ها هي التذكرة بيدرو أوه لقد وضعتها هنا ألبي جراني بيغ جنجي إيغ مرحبا يا صغيري إلى اللقاء أراكم لاحقا إلى اللقاء يا أمي هيا سأريكم أين ستنامان الليلة كانت هذه غرفة مامي بيغ عندما كانت صغيرة منذ زمن بعيد وعلى هذا السرير كانت تنام أوه سرير النطار تماما كما كانت أمكما في صغرها هل كانت أمي تقفز على السرير؟ بالطبع لكن أمي تقول لنا لنقفز على السرير كانت أمكما تحب اللعب مثلكما في صغرها حقا؟ حقا لنذهب الآن ونرى جدكما في الحديقة مرحبا يا بيبا مرحبا يا جورج اقترب وشاهد جزري مرحبا يا بيبا جرانبا بيبا فخور جدا بخضرواته وها هي البازلاء لكن أفضلهم جميعا هو الخص يا للهول خصي أظن أن الطيور قد أكلته بالفعل يا جدي أجل الطيور لماذا لم يخفها ويبعدها السيد فزاعة؟ لأن هذه الطيور التي أكلت خصي أغبياء للغاية ما الأمر؟ ماذا بك؟ لقد أكل أصدقائك خصي مجددا أي أصدقاء؟ توم وديك وهاري تلك ليست أسماءهم لدى جراني بيك بعض الدجاج هيا رحبة بجميمة وسارة وفانيسا مرحبا وها هو الديك نيفل هل نيفل من الزكور يا جدتي؟ أجل يا بيبا إنه ديك صغير إنه الأسوأ فهو يبحث عن خضرواتي نيفل لا يستطيع إذاء ذبابه لقد رأيته يأكل الذباب لا كما أكل الخص الخاص بي؟ لا تريدين أكل بعض الخص أليس كذلك؟ ليس في وجود الذرة الشهية اللذيذة هيا المنزل من هنا بيبا وجورج تريداني إطعام الذرة للدجاج؟ أجل من فضلك يا جدتي هيا أيها الدجاج فلتأكلوا وما هذا البيت يا جدتي؟ هذا بيت الدجاج حيث تضع الدجاجات بيضاء بيض؟ أنا لا أرى أي بيض هنا ليس الآن لكنه سيأتي قريبا إنه وقت نومي بيبا وجورج في منزل جراني وغرامبا بيك هل باضت الدجاجات بعض أم لا يا جدتي؟ ربما في الصباح يا بيبا كيف سمعرف متى يأتي الصباح؟ سيخبرنا نفل الآن نام ليلة سعيدة إنه الصباح إنه نفل شكرا لأنك أيقظتنا يا نزل ديكن رائع صباح الخير يا جميمة وسارة وفانيسا ألدي كنا بيض؟ واحدة إثنتين ثلاث أربع ها هي أربع بيضات الآن سنأكل بيضا في الإفطار شكرا يا جميمة وسارة وأنت أيضا يا فانيسا بيض مسلوق للجميع مرحى لذيذ جدا جدتي دجاجاتك تبيض بيضا شهيا نعم هذا بفضل الذرة التي تتناولها والخص أيضا غدا هو يوم المواهب استعد وما هي المواهبة؟ المواهبة هي شيء تحب وتجيد أنا أحب مشاهدة التلفاز جدا وأنا أجيد ذلك اختاري شيئا سنحب نحن أن نراك تفعلينه مواهبتي هي عصف الجتار وصل الأباء لاستحاب الأبناء لا تنسوا أن تفكروا فيما ستفعلونه في يوم المواهب غدا إنه وقت نومي بابا وجورج لا أستطيع النوم بعد ليس لدي مواهبة أعرضها غدا لكنك تملكين العديد من المواهب أجل أستطيع القفز وأستطيع الغماء تلألئي تلألئي أيتها النجمة وأستطيع الرقص يصعب اختيار مواهبة واحدة أنا أجيد العديد من الأشياء لا تقلاقي يمكنك أن تقرري غدا حسنا إنه يوم المواهب إن مواهبي هي القفز والغناء والرقص لقد تدربت عليهم جميعا ليلة أمس كنت أتدرب على مشاهدة التلفاز ليلة أمس هذه ليست مواهبة يا سوزي قالت السيدة جزال هذا ماذا سأفعل إذن؟ من سيعرض مواهبته أولا؟ الكلب داني؟ أقرع الطبول أستطيع أن أرفع الصوت لا كان هذا رائعا يا داني المهرب بادرو ما هي مواهبتك؟ الألعاب السحرية هذا كوب مملوء بالماء إنه مبلل وأيضا شفاف الآن سأجعل المياه تختفي هينظروا إلي من فضلكم أغلقوا أعينكم افتحوا أعينكم اختفت المياه شكرا لكم الفيلة أملي أنا سأقوم بالعصف على الني ما هي مواهبتك يا رباكا؟ يمكنني إصدار أصوات معينة هذا ينجح فقط إذا وقفت على أطراف أصابعي كان هذا جيدا جدا أجل لكن ماذا سأفعل الآن؟ تاندي ما هي مواهبتك؟ القفز أنا كنت سأقوم بالقفز لكن ما زال لدي موهبة الرقص والغناء؟ موهبتي هي الغناء تلقلقي تلقلقي أيتها النجمة ما زال لدي موهبة الرقص؟ الحمل سوزي ما موهبتك؟ الرقص لا لا يمكنك الرقص ياللهول كان الرقص خيار بابا الأخير من الرائع أنكم اخترتم تقديم مواهبة مختلفة للغاية الآن من تبقى لدينا؟ بابا لقد كنت سأقفز أغني أو أركس لكن تم معرضهم جميعاً الموهبة قد تكون أي شيء لكن ليس مشاهدة التلفاز فكري في شيء تحبين فعله حقاً أعرف لدي موهبة أجيدها بمهارة ترى ما هي موهبة بابا؟ موهبة خاصة التي لا يظاهر فيها أحد في العالم كله هي القفز الأعلى وأسفل في برك الطين تحب بابا القفز في برك الطين يحب الجميع القفز في برك الطين تلعب بابا بكرتها النطاطة جوج وصديقه الفيل أدموند يلعبين بألعاب الفضاء القمر، القمر يتظاهر جوج بأن الكرة هي القمر كنت ألعب بتلك الكرة دمية أدموند الفضائية هبطت على رأس بيت يبدو هذا ممتعاً أذهبون للقمر؟ إنها مجرد لعب فضائية مملة للصغار ليست حقيقية لكن الفضاء حقيقي وهناك سواريخ حقيقية تذهب إلى القمر هناك عرض في المتحف يتحدث عن القمر هل نذهب لنرى؟ أجل هل سنضطر للذهاب إلى القمر؟ لا يا بابا، لن نذهب إلى القمر سنذهب إلى المتحف عسناً ها هو المتحف مرحباً جميعاً أستشاهدون عرض القمر؟ أجل أنيسة أرنبا رجاء خمسة ذاكر ها هي استمتوا برحلتكم إلى القمر أوه، هل سنذهب بالفعل إلى القمر؟ لا يا بابا، مجرد تخيل هيا إلى رحلة القمر من هنا السيد أرنب هو مرشد الرحلة استعدوا للإقلاع إنه مجرد تخيل، صحيح؟ أجل يا بابا، إنه مجرد تخيل خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنان، واحد انطلاق نعيش على كوكب أيعرف أحد منكم اسمه؟ الأرض هذا صحيح أنا خبير بعد الشيء في أمور الفضاء هناك سبعة كواكب أخرى تدور حول شمسنا أيعرف أحدكم أسماءها؟ أم عطارد أحسنت يا إدموند الزهرة، المريخ، المشتري، وزحل، نيبتون، وأورانوس يعرف إدموند كل شيء عن الفضاء أنا خبير في ذلك هل يعرف أحدكم مما تتكون هذه الكواكب؟ من الورق المقوة هذه نماذج من الورق المقوة لكن الكواكب الحقيقية من الصخور والجليد والغازات لكن القمر مصنوع من الجبن بالطبع لا، يتكون القمر من الصخور وهذه الجولة جادة فلا داعي المزاح أو الضحف ها نحن على القمر إنه قمر تخيلي، أليس كذلك؟ أجل، لو كان قمراً حقيقياً كنت ستقفزين فوق رأسي هل يعرف أحدكم لماذا نستطيع القفز عالياً على القمر؟ الجاذبية أوه، صحيح يا إدموند الجاذبية هي سبب بقائنا على الأرض وهي أضعف على القمر لذا تقفزون لأعلى أوه، ستقفزون كأنكم على القمر بمساعدة العلم يبدو هذا مبهراً، كيف تفعلون ذلك؟ بالحبال المطاطية الكبيرة فليربط الجميع رباط سيد أرنب المطاطية المضادة للجاذبية القفز على القمر المزيف ممتع قولوا القمر المزيف القمر المزيف وهذه هي نهاية الجولة الخروج من هنا هل هناك أشجار على القمر؟ لا هل هناك سيارات على القمر؟ لا هل هناك متاجر على القمر؟ لا، فكرة سخيفة أهلاً بكم في متجر القمر لدينا خرائط وكتب عن القمر وحتى صورة لكم على القمر ومع قنفيل انظروا، هيا نحن نكفز على القمر لا، أيضاً سخور قمرية بها صورة للقمر في منتصفها بعض الجبن القمري الحقيقي؟ كم ثمنها يا أنسة أرنبا؟ خمسة جنيهات فقط خمسة جنيهات؟ إنها لأعمال خيرية أحب القمر الآن لأنه ممطع للغاية لي ولفيد أيضاً الآن يا جدي سوف أشرح لك كيف يعمل كل شيء هذه هي الزلاقة تتسلق من هنا وتتزلق من هنا ويتناوب عليها كل في دوره أعرف ما هي الزلاقة يا بيبا اعتدت أن ألعب على واحدة عندما كنت صغيراً جدي، هل كان لديكم أرجوحة أيضاً في الماضي؟ كان لدينا أراجيح وهياكل تسلق ودوارات لكن لعبة المفضلة كانت الزلاقة إنها مفضلتي أيضاً يتناوب الجميع على الزلاقة في أدوار ريتشارد المشاغب تعرف أن عليك انتظار دورك يجد الأرنب ريتشارد صعوبة في انتظار دوره يا للهول ليس من السهل أن تكون صغيراً صحيح يا ريتشارد لأن ريتشارد صغير أظن أنه لا يجب أن ينتظر ما كنت لأغير القانون لو كنت مكانك هذا هراء الأطفال يتفهمون أليس كذلك؟ لكن يا جدي جورج صغير ولكنه ينتظر دوره أجل جورج صغير لذلك لا يجب أن ينتظر أيضاً ريتشارد وجورج يتبدلان كل الأدوار على الزلاقة يا جدي متى يمكنون أن نلعب على الزلاقة؟ لا تقلق يا بيبا لن يلعب لوقت طويل أنا سئمت الانتظار وأنا أيضاً لنلعب على الأرجوحة ها هو المهر بادرو على الأرجوحة بادرو هل يمكنني التأرجح الآن؟ أريد فقط التأرجح لبعض الوقت لكنك تتأرجح منذ وقت طويل جرانبا بيج أتستطيع دفعي قليلاً من فضلك؟ أظن أنه دور شخص آخر الآن يا بادرو لكنني سأعود للمنزل مبكراً أتفهمك هذا أمر مختلف دعني أدفعك إذن؟ لكن يا جدي لقد ساعمت الانتظار وأنا وأنا هيا نلعب على الدوار يريد الجميع الصعود على الدوار؟ الكثير من الأطفال على الدوار لينزل الجميع لكن يا جرانبا بيج لقد وصلت هنا أولاً إذن يمكنك الصعود مجدداً على الدوار أريد الصعود أيضاً أوه لماذا يا ريبيكا؟ آم لأن عيد ميلادي اقترب جداً أوه حسناً وأنا أنا أوه لا بأس هل الجميع مستعد؟ أجل توقف ليس هناك أولاد على الدوار آم هل الجميع مستعد الآن؟ أنا أرتدي نظرات أستطيع الصعود من فضلك؟ الأطفال يضعون قواعدهم الخاصة أريد الصعود لأنني أحب الجزر الآن هل أنتم مستعدون؟ لا، سأصعد لأنني أستطيع فعل هذا ها هي مامي بيج كيف الحال يا جرامبا بيج؟ أنا مرتبك إن قواعد ساحة اللعب معقدة للغاية هناك قاعدة واحدة يا جرامبا بيج وهي أن ينتظر الجميع دوره ماذا؟ حتى هؤلاء الصغار؟ حتى الصغار ماذا عن الكبار للغاية؟ مثل جرامبا بيج حتى الكبار للغاية مثل جدك في ساحة اللعب يلعب كل شخص في دوره ويه دادي بيج سيقود سيارته للعمل وقت الإفتار يا جولدي مامي بيج تطعم السمكة جولدي أمي، إن جولدي لا تأكل أوه، ربما ليست بخير لنتصل بالطبيبة البيطرية الطبيبة البيطرية هامستر مرحبا بيكي السمكة جولدي لا تأكل وتبدو حزينة أوه، من الأفضل أن تحضر جولدي إلي على الفور أوه، أخذ أبي السيارة كيف سنذهب للطبيب؟ سنركب الحافلة هذا جيد محطة الحافلات يقول الجدول الحافلة القادمة ستصل في العاشرة كم الساعة الآن؟ العاشرة مرحب كم تذكرة أريد ثلاثة ذاكرة من فضلك وباحدة للسمكة أرجوكي السمكة مجاناً تمسكوا ينتظر سيد ثور الحافلة تذكرة لمتجر الموسيقى من فضلك مرحبا بك يا سيد ثور سنأخذ جولدي إلى الطبيبة البيطرية يا للهول هل أنت بخير يا جولدي؟ لا يمكنها التحدث جولدي سمكة بالطبع ربما ستحب سماع عسفي على البوق اسمعي إن صوته مضحك لهذا سأذهب إلى متجر الموسيقى لأصلحه صعدت السيدة حمل وسيدة قطة وسيد حمار وحشي وسيدة جزل إلى الحافلة أربع تذاكرة إلى المتجر من فضلك مرحبا يا سيدة جزال سوف نأخذ جولدي للطبيبة أوه هل جولدي ليست بخير؟ إن جولدي تحبك تدور عجلات الحافلة باستمرار باستمرار تدور عجلات الحافلة طوال اليوم المتجر ودعا متجر الموسيقى ودعا الطبيبة البيطرية تعالج الطبيبة البيطرية الحيوانات المريضة هل هذه هي السمكة الحزينة التي لا تأكل؟ أجل انظري جولدي أكلت الطعام أوه لم تكن تأكل في المنزل ربما شعرت جولدي بالملل في المنزل ولكن الرحلة المثيرة قد أبهجتها آه لديكم سمكة سعيدة وجيدة إنها جميلة شكرا لك أيها الطبيبة هامستر مامي بيغ وبابا وجورج سيعودون للمنزل بالحافلة سيعود السيد ثور إلى المنزل ببقيه السليم إنه كالجديد تماما ستعود السيدة جزيل مع أصدقائها إلى المنزل بعد التساوق تبدو سمكة جولدي سعيدة الآن أزل رحلة الحافلة هي التي جعلتها أفضل تدور السمكة بالوعاء باستمرار باستمرار تدور السمكة بالوعاء طوال اليوم مرحبا أين كنتم؟ أخذنا جولدي إلى الطبيبة وهي أفضل الآن يلا الهول تعاني جولدي من السعال سنصطحب جولدي للطبيبة البيطرية غدا سأخذكم في السيارة لا يا أبي نريد الذهاب بالحافلة إنها ممتعة حسنا سنذهب بالحافلة مرحب يحب الجميع استقلال الحافلة خاصة السمكة جولدي حضرت بابا مع عائلتها إلى المهرجان أحب المهرجان كثيرا الزلاقة الزلاقة يريد جورج الذهاب إلى الزلاقة حسنا أراكم لاحقا أراكم لاحقا اقتربوا هنا استعدوا بطة وفوزوا بدمية دب هل يمكن أن نجرب يا أمي؟ حسنا جنيه واحد رجاء جنيه؟ إنه للأعمال الخيرية فوزي بالدمية العملاقة سأحاول يا بيبا لكن أظن أن هذا سهل محيقة ليس لديك فرصة ماذا؟ إنه مستحيل مضيعة للمال في رأيه سنرى ما يحدث فازت مامي بيج مرحى هذا مذهل دبك العملاق ألا تريدين دمية أصغر يا بيبا؟ لا هذا مستحيل انظري يا أمي إنها دمية عملاقة كبيرة بعض الشيء لا ليست كذلك جوج ودادي بيج في طبور الزلاقة الكبيرة إنها متفعة بعض الشيء يا جورج هل تجربها؟ جنيه من فضلك؟ جنيه إنه للأعمال الخيرية يلا الحول إنها مرتفعة على جورج لا تقلق يا جورج سأصعد معك هذا مقابل جنيه من فضلك؟ أوه لم يعد جوج يخاف المرتفعة بعد الآن أوه إنها مرتفعة بعض الشيء سأنزل على الدرج الدرج مكتظ بالأطفال هذا هو الطريق لأسفل يا دادي بيج أوه حسناً اقتربوا هيا أصيبوا الهدف وستفوزون بدمية عملاقة يمكنك الفوز بسهولة لا نريد دمية عملاقة أخرى لا تقلقي لن تفوزي فهذه ليست للنساء معذرة ماذا قلت؟ إنها لعبة مهارة كم ثمن المرة؟ جنيه فازت مامي بيج لا يصدق تفضلي دميتك هيا مرحب أريد دمية كهذه يا أمي كبيرة للغاية لا ليست كذلك دادي بيج وجورج يركبان العجلة الضوار تمسكوا جيداً هذا مرتفع للغاية أنا سعيد لانتهائنا خمس جولات مقابل جنيه واحد خمس جولات أولا اقتربوا اقتربوا اختبروا قوتكم في لعبة المترقة القديمة ماذا سنفعل؟ تطرقين هذا الزر بالمترقة إذا رأنا الجرس تفوزين بجائزة لا حاجة للمهارة بل تحتاجون للقوة أنا سأجرب جنيه واحد حظ سيء أنا قوي سأجرب أنا ابتعدوا جميعاً كن حذراً يا دادي بيج لست لائقاً أجل يبدو دادي بيج سميناً بعض الشيء ماذا؟ أنا أعني أن بطن دادي بيج كبيرة بعض الشيء أعطيني هذه المترقة يا للهول لم أرى شيئاً كهذا من قبل فزي بكل الدمى العملاقة التي لدينا مرحى أيمكننا إعطاء هذه الدمى لأصدقائي؟ فكرة جيدة شكراً يا بيبا لطيفة جداً شكراً جزيلاً أوه أطفال اليوم سوف ندرس كل شيء عن الأرقام هل يعرف أحدكم فائدة الأرقام؟ هل فائدة الأرقام العد؟ أجل يا بيبا من يريد أن يقوم بالعد الآن؟ أنا 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 حسناً بادرو واحد اثنان ثلاثة أربعة عد بادرو حتى أربعة أحسنت يا بادرو هل يستطيع أحد العد بعد أربعة؟ أنا 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 ريباكا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة عدت ريباكا حتى سبعة ممتاز يا ريباكا سيدة جزال أجل يا كاندي أمي تستطيع العد حتى عشرة واو أجل بعد سبعة تأتي ثمانية والتسعة والعشرة ثمانية تسعة عشرة جيد جداً إنه وقت اللعب ريباكا وزوي وسوزي وبيبا يحبون جميعاً القفز أنا أحب الرمال أنا أحب البحر أنا وسوزي نحب القفز أحب القفز أحب الغناء أحب أن تقفز زوي معنا أعرف لنرى من يمكنه القفز دون توقف سأعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة فازت زوي هاي مرحى مرحى ناي بدرو هل تريد القفز معنا قليلاً؟ لا شكراً يا بابا أنا سألعب بالتوق ويبل 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 وي حول أحب حول أحب واحد اثنان ثلاثة أوه كم مرة تستطيع فعل ذلك دون توقف؟ مليون وثلاثة مرات واو هذا كثير هيا لنقوم بعدها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هذه ثمانية أنا متعب قليلا إنني سوف أكمل لاحقا أيمكنك اللعب بالتوقي يا أميلي؟ أستطيع اللعب بطريقتي خاصة تلعب الفيلة أميلي بالتوقي بخرطومها مرحو كانت هذه مئة مرة على ما أظن يريد جورج أن يلعب لعبة الوثب يحب جورج لعبة الوثب لنلعب لعبة الوثب جميعا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة انتهى وقت اللعب سيدة جزال يمكننا العد إلى عشرة الآن جيد جدا لكن يجب أن نلعب لنفعل ذلك بالطبع ريتشارد أيدموند قوم بإحضار حبل القفز الطويل مرحبا لقد أتيت لأصفحب بيبا وجورج أبي لقد أتيت مبكرا لا تقلق يمكنك اللعب معنا حسنا الجميع مستعد؟ مستعدون سنعد لعشرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة تبدو مرهقا دادي بيج أنا بخير يمكنني القفز حتى المئة فكرة جيدة حتى المئة ربما حتى الأشرين حسنا حتى العشرين إحدى عشرة إثنة عشرة بابا وعائلتها سيأخذون السيارة إلى ساحة اللعب هل الجميع مستعد؟ أزل يا دادي بيج إذن هيا بنا هيا إلى ساحة اللاعب هيا إلى ساحة اللاعب غم غم بابا وجورج يحبان الذهاب إلى ساحة اللعب أوه لماذا توقفنا يا أبي؟ إنه ازدحام مروري لكننا نريد الوصول إلى ساحة اللعب لا تطلق يا جورج المرور يتحرك مجددا توقف السيد ثور أوقف المرور ما المشكلة يا سيد ثور؟ نحن نحفر الطريق إنني أرى هناك مياه تخرج من الأرض أجل هذا هو ما نقوم بإصلاحه سيستغرق الأمر وقتا؟ فليستغرق الأمر مثل ما يستغرق حفار حفار يحب جورج الحفارين من هنا يا وحيد القر حسنا يا مدير السيد ثور هو المدير من أين أتت كل تلك المياه يا سيد ثور؟ إنها من أمبوب مياه مكسور تحت الأرض كيف ستصلحها؟ سوف نحفر الطريق وواو ونغلق المياه جود يحب الرافعات رفع رفع ونخرج الأنبوب القديم ونضاع الجديد شكرا لتركنا نشاهد عملك لا مشكلة إلى اللقاء نراكم لاحقاً يا للهول جوج لا يريد ترك السيد ثور سنذهب إلى ساحة اللعب يا جوج يمكنك أن تلعب بالحفار والرافعة وسنرى السيد ثور مجدداً في طريق العودة بابا وعائلتها وصلوا إلى ساحة اللعب مرحباً جميعاً مرحباً بيبا الفيل أدمند والأرنب ريتشارد يلعبان في بركة الرمال لنلعب في بركة الرمال حسناً توقفوا ما المشكلة نحن نحفر الطريق وأنا أكون المديرة هل سيستغرق كثيراً؟ فليستغرق الأمر مثل ما يستغرق علينا حفر حفرة ونعيد ملأها وهكذا أصلحنا الطريق مرحباً جورج حان وقت العودة يا للهول جورج لا يريد العودة إلى المنزل بعد في طريق العودة سنرى السيدة ثور يحفر الطريق يا جورج إلى اللقاء جنيان إلى اللقاء بابا بابا وجورج يتطلعان إلى رؤية السيد ثور مجدداً حفر رفعه ها نحن السيد ثور ليس هنا لابد أن السيدة ثور قد عاد إلى المنزل حفر رفعه مو توقف هل انكسر أنبوب المياه مجدداً؟ لا يا بابا هذه المرة إنها كبلات الكهرباء كيف ستقوم بإصلاح كلبات الكهرباء؟ سنحفر الطريق مرحب بابا وجورج يحباني حفرة سيد ثور للطريق الجميع يحب حفرة سيد ثور للطريق ترجمة نانسي قنقر